كلنا عارفين طبعا زي ما قلت مبارح وقبل كده أتاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نيضاي هو ليدير هذه المباراة وأتمنى أن الأخطاء التحكمية اللي ظهرت مع ماجيت نيضاي في مبارياته مع الأهلي ما تتقررش في مباراة الجمعة ما فيش تقنية الفيديو ما فيش الفار فالموضوع مش مستحمل ماجيت نيضاي كلنا فاكرين مباراة الأهلي وسانداونز على عمال عبدالأهلي والسلام وكان فيه ضربة جزاء شهيرة كلنا فاكرينها لما طلع الحارس دينيس انيانجو في ظهر محمد شريف باللستارز بالحزاء وما حسبش راكل الجزاء فكان طبعا لقطة شهيرة جدا كلنا فاكرينها ما جيتني دايما الحكام يلي دايما يعني قراراته في مباراة الأهلي مش أفضل شيء ومش أحسن شيء فأتمنى يا رب يكون في جاهزية تمة في مباراة المريخ والأهلي المباراة صعبة جدا وأي خطأ هيؤثر على مشوار الفريق في الفترة اللي جاي فأتمنى يكون تقم التحكيم على قدر المسئولية في هذه المباراة في ظل أن الفترة الأخيرة فيه أخطاء تحكمية كثيرة وكبيرة جدا في كل المباراة سواء في دور الأبطال أو في كاسي كونفيدرالية عدم وجود الفار عدم استعلاد الحكام تقرار الحكام تغيير الحكام مراطئ الزون ووجود حكام من الزون بيحكموا في نفس الزون مع فرق أخرى ده بيسبب إحراج لهم الكاف مش قادر يغير بسبب قلة الأعداد وعدم وجود التقنية فبالتالي الأزمات دي كلها أتمنى ما تكونش مؤسرة على مشوار الآلي في آخر المباراتين سواء مباراة المريخ أو حتى مباراة الهلال اللي لسه معادها لم يتحدد يتلاعب واحد يتلاعب اثنين إبريل وإن كان المعاد الأقرب هيكون يوم اثنين إبريل عقب نهاية الأجندة الدولية ويكون منتخبنا يا رب إن شاء الله رايح كس العالم بعد الفوز على السنغال